موسيقى درامانة بخير انه حسننا نشتاز هالمؤامرة الكبيرة على سوريا وما راحت مننا الدراما يمكن شوي كبوة شوي بس ما راحت الحمد لله وهي بقيت ودليل الشركات الجديدة الكتير اللي عم تيجي هلأ وتتقدم للجنة صناعة السينما وتلفزيون واللي ما عم نقبل إلا طويل العمر لأنه نحن بدنا شركات مميزة وبدنا شركات جاي تشتغل أعمال كبيرة ما في عمل بيجي بالسهل ولكن الحمد لله كان في دعم وكان في تعاون من مختلف الجهات ما في أي مكتب بأي وزارة احتجنا منه أي شيء إلا الحمد لله كانت الأمور ميسرة لجنة صناعة السينما الحمد لله كانت الأمور ميسرة هذا الشي بيعمل رافعة ودافعة رافعة للدراما وبيعمل حالة جديدة معناها نحن قدام فرصة جديدة للعمل معناها نحن قدام فكرة جديد والواضح نحن من خلال تعاملنا مع باكورة أعمال الشركة أنه إدارة الشركة حدا كتير نفسه وطني حدا كتير بيهمه أنه يكون في دراما صح كشركة إنتاج جديدة كانت كتير شركة رائعة وهي اللي أعطتنا الفرصة أن أأخذ دور بطولة طبعا أول مرة أنا بشتغل صف أول وطبعا كانت مسئولية بالنسبة لأيلي أنه أنا أشتغل صف أول طبعا واجهنا شوية صعوبات وجهنا شوية مشاكل وكذا بس الحمد لله الله وفقنا للنهاية والعرض هو بيدل على نجاح إن شاء الله العمال ورغبة الجمهور للعمل هذا كانت أجواء كتير حلوة وخاصة أنه شركة جديدة مبلشة أنا كتير بحب أشتغل مع ناس جديدة بتكون عم تعطي من كل قلبها وبتكون عن جد بتعرف قيمة الشغل يعني فضغرت حماست وما قلت لا وحبيت الناس لأنه اجتماعي كوميدة وفيه رسالة معينة يعني طبعا لما العالم حيحضروا المسلسل حيعرفوا شو الرسالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا